بمناسبة الاجزاء والعيد كالناس بتسأل تودي ولادها فين فتعالا اقول لكم على اوتال اسمه جريت والفلودش مكان جميل جدا ليه عشرين فرع هنا في امريكا ده الفرع بتاعنا في كاليفورنيا لكن ليه اماكن تانية في اوهايو كلورادو تكساس يعني انت بقى اعمل جوجل شوف اقرف فرع للمكان اللي انت ساكن فيه اجمل ما في الاوتال ده انه جوة واتر بارك اللي هي الملاهي المائية فانت تنزل انت واسرتك بقى تنزلوا المية وتلعبوا وتبلبطوا وبعدك تطلع اوتك تاخد دوش تسريح شوية وبعدين تنزل تاني عشان تكمل احنا لما روحنا وقت الكريسمس طبعا هم بيزينوا المكان بشكل جميل سبحان الله الفيديو ده كان موجود من ايام الكريسمس ومنزلش غير دلوقتي الحقيقة في اي يوم بتروح اي مناسبة يعني بتلاقيه مزينينه جميل طبعا عشان الكريسمس كانوا كل شوية نزلوا علينا التلج ده طبعا هو فيك شوفوا مزينينه بشكل لطيف ازاي الاوتيل بقى في كل حاجة في مطاعم وفي كل اللي انت نفسك فيه مش محتاج تطلع براه خالص حقيقة مكان لطيف جدا لما بتعمل بيدوك ده مكان القوض ده انا ده الايد بتاع بشوف كنت عندي مناسبة بقبلها وعملنا حنة المهم بيدوك بقى بيها تقدر تفتح القوة تقدر تشتري اي حاجة مشتريات غير الواتر بارك بيعملوا اكتيفتيز للولاد يعني الساعة تمانية صبح بيعملوا يوجا للولاد الصغيرين وبعدين طول اليوم بقى فيه فيه اه حاجات زي ما انتم شايفينها كده لطيفة بيعملوا لهم ارت يعودوا يرسموا يلونوا يعملوا لهم جيمز يعني لو الولاد مش عايزين ينزلوا المية ممكن يطلعوا شوية يلعبوا في القتال الريسابشن بتاعه ده الريسابشن اريا مليان حاجات لطيفة الولاد الحياة بيقضوا وقت جميل اكتيفتيز كتيرة يعني حتى ما بيلحقوش يخلصوا الاكتيفتيز اللي هما المفروض ان هما بيعملوها من ضمن الاكتيفتيز كمان انه هما بيخليهم يروحوا يعني يدوروا في كل دور من الادوار على تراجرز يعني زي تراجر هانت كده فيخشوا بقى كل دور ويتلاقي بقى فيه حاجات محطوطة وهما بيبقوا مسكين في ايديهم وانت كده زي العصايا السحرية ويروحوا بقى ايه يقربوا العصايا من كل حاجة من دور واتنور واتعمل فيعني الولاد طول اليوم مشغولين باكتيفتيز كتيرة ولطيفة زي ما انتوا شايفين فبيخلهم بقى انهم يمشوا في القتل حتى حتى علشان ايه يشوفوا طبعا الذكور بتاع القتل من جوة فوق الخيال والقوة كمان جميلة جدا جدا فالحياة ما هتعودوا فيها هتستمتعوا جدا انت والاسرة يعني هتقضوا وقت حلو اجمل بقى ما حتى في القتل هو بقى ايه ده الهايلايت بتاعه تعالوا بقى نقرب نقرب اهو دي بقى يا جماعة الواتر بارك شوفوا كبيرة قد ايه وجوة القتل لا بقى شمس ولا حر ولا مطر انت قاعد جوة القتل مكان مكيف جميل فده اجمل ما فيه الحقيقة شوف واسع كبير قد ايه انا بقى حنزل بيكو اخدكو وننزل بقى جوة نشوف كل الحاجات دي من الداخل يلا بينا دخلنا هنا وهو اول ما دخلنا فيه قدامنا الستركتر الكبير ده ده المكان اللي بيلعبوا فيه الولاد الصغيرين شوية بيبقى فيه سلالم زي ما انتوا شايفين والباكتس اللي فيها المية الباكتس بتقع على الولاد تنزل المية عليهم مكان لطيف قوي وزي ما انتوا شايفين برضو السلايدز الصغيرة بتاعت الولاد اللي سنهم صغير علشان ايه يلعبوا ويتنططوا فمكان لطيف المية بتبقى دافية على فكرة فيه فبيبقى حلو قوي وزي ما انتوا شايفين مكان عائلي تعالوا بقى نمشي شوية كده هنا ده بول ده بتاع اكتيفتيز هتلاقوا فيه باسكتبال اهي زي ما انتو شايفين والناس بقى ايه بتمسك القور وتقعد تلعب الباسكتبال فيعني ايه هي صوزنبريتة كده كل جروب كده يعود يلعب شوية وتلاقي نفسك انت بتلعب مع ناس ما تعرفهمش بس ايه مكان لطيف فيه كمان مش البول اللي جنبه بقى فيه اه العاب كده اللي هي زي انه زي ما انتو شايفين الولد ده بيحاول ان هو يعدي بنغير ما يقع في المية يمسك الشبكة ويعدي طبعا من الناس بتبقى وقفين طوابير احنا لما روحنا يميها كان حظنا حلو ما كانش فيه ناس كتير لكن حقيقة ساعات بيبقى زحم قوي بيبقى يعني طوابير كتير على الحاجات بس الولاد دي هذا لطفا وكل الاكتيفتيزي بنفع للستات والرجالة والاطفال والصغيرين والكبار هنا برضو دي حتة تانية الولاد بيحاولوا يطلعوا على البتاع الصغيرة دي اللي في المية وكل شوية يتزحلقوا من عليها ده بقى مكان اللي شايفين التلات الوان دي الورنج واليالو والبلو دي بقى سلايدز بتبقى جاية من فوق قوي بتبقى راكب بقى انت على فلوتي زي ده هنا فيه فلوتيز ممكن واحد يركبها وممكن اتنين يركبوها بتجي من فوق وتروح نازل بقى في المنطقة اللي زي كده فبتبقى لطيفة جدا للولاد الحقيقة بيتبستوا دي بقى يا جماعة السلايدز شوفوا ضخمة قد ايه وتقعد بقى تدخل جوه السلايدز دي وتلف بقى الشمال ويمين شايفين عملاية وكل واحدة بقى لها شكل ولها منظر الحقيقة يعني عبل ما تخلص كل الحاجات دي يكون اليوم عد الناس بتبقى مفتوطة هي مكان أسري الحقيقة كله للأسر والتجبعات اللطيفة يعني ده مكان تاني برضو بس بقى السلايدز اللي فيها ضخمة شوية ممكن الأسرة كاملة يا شايفيني اللي الفلوتيز دي ممكن أربعة خمسة يعودوا فيها طبعا بيطلعوها من هنا على الإسكاليتر دا ولا الإليفيتر دا عشان ضخمة تطلع بقى انت فوق وبعدين الأسرة كلها تركب وتروح نازلة بقى ايه من المواسير الضخمة دي فبيبقى حلوة كده الأسرة كلها مع بعض دا بقى حاجة اسمها ليذي ريفر ريفر كده دافي وبيمشي لوحده فانت بقى عايز تستجم بتروح جاي بقى فلوتي فيه فين الأم والبيبي تقعد بقى في الفلوتي دي وإيه وهو يمشي بيك لوحده بقى فده جميع من البقى الليذي ريفر تعالوا شوفوا دا دا بقى حاجة قوية جدا الميا بتبقى مندفعة من تحت الفوق والمفروض بقى ان انت تحاول بيدوك كده سيرف بورد وتحاول بقى ان انت تقف على قد ما تقدر ضد الميا يعني بصوا مثلا دي هنا هي آآ الميا بتبقى مندفعة جدا انا حشوفوا البنت دي هي بتحاول انها تنزل والمفروض فهو بقى بيعودوا يشرحوا لك الحقيقة ازاي تعمل ايه وبتحاول الميا بقى ايه انت مفروض تبقى تحاول ضد ايه ضد الميا تطلع وتنزل تطلع وتنزل طبعا المفروض ان انت تبقى واقف على سيرفينج بورد او كده طبعا البنت دي على قد حالها يعني بس في الحقيقة ناس بيبقوا شاطرين جدا بيقدروا يعملوا الكلام دا كويس ويعودوا فوق الميا فترة طويلة يعني واي عادة بتلعب وانا الحياة ما جربتاش خفت منها يعني مع انها الاطفال بص هب رحت اتشقلبت وتلهت لفوق طبعا سيف جدا فيش بيحسر حاجة هنا بقى دا كمان فيه الامواج الصناعية فيه بول ضخم كبير وبيبقى فيه امواج صناعية بقى كل فترة كده تعمل الامواج الولاد بيحبوه قوي وبتقعد بقى ايه تلعب في المياه وتنط فوق الموجة وتحت الموجة ومش عارف ايه طبعا عامل زي البيتش بالظبط يعني قدام بيبقى شالو كده ويدخل جوه بقى يبقى غميء كده لغاية مش عارفة فور فيت او حاجة يعني فالولادة صغيرين بيبقوا عاملن لهم لايف جاكتز بيبقوا جايبن لهم لايف جاكتز لأي طفل ممكن يلبسها وكده دي لعبة تانية بقى سلايدز برضو بتيجي من فوق قوي وبتنزل بقى على وشك فدي المات اللي انت بتقعد عليها ايه زي ما انتو شايفين كل واحد بياخد المات بتاعته بتاخدها وتمشي بقى تطلع فوق ايه بتاع الموضوع ده عايز صحة يعني عايز ان انت تمشي بقى من تحت تطلع على سلالم كتيرة يعني عايز شوية صحة كده لازم بتتمرن شوي اهو دي لاربعة سلايدز ويروحوا نازلين بقى تنزلوا ايه اربعة مع بعض ينزلوا ايه من فوق كده قلاصوا بيتزحلقوا بتبقى لطيفة ودماء خفيف وساعات الناس بتعمل بيقوا حطين لك لمبة كده يقولك مين اكتر واحد نزل اصرع يعني واحد ده بول بقى بيبقى بره كمان او طبعا احنا عشان روحنا وقت الكريسموس كان الدنيا برد فقفلينه لكن لو انت روحت فوقت الصيف بيبقوا فتحينه الناس اللي بتحب بقى تبلبط في المية تحت الشمس وكده فبيبقى فيه اماكن غويتة شوية للكبار واماكن ايه تنفع للصغيرين وكده فلطيف برضو يعني اللي عايز يعود بره يقعد اللي عايز يعود جوه فيه مكان عشان تاكل فيه هيا اكل فيه مش احسن حاجة ولكن الوقت بيبقوا جعانين فتاكل بقى الفرنش فرايز والحاجات بتاعته دي مكان بول للاطفال الصغيرين الطادلرز بيبقى المية فيه دافية ولطيفة وبيبقوا عاملين لهم كده الشلالات لطيفة المكان كله يعني لغاية رجليهم بس بس عشان ايه تبستوا فيها طبعا فيه حمامات فيه لوقرز ممكن تحط حاجتك فيها بس انت عندك قطتك تحط حاجتك في القوضة فوق او لو عايز تحط اللوقرز بتاعتك تحت والحمامات وجده بالليل بقى بيعملوا اكتيفيتز تانية للولاد اه المفروض ان هي بتقفل الواتر بارك دي بتقفل الساعة تمانية وبعدين بالليل بقى يبقى فيه ستوري تايم للولاد اه يعني اكتيفيتز كده يعودوا بقى بالليل يلبسوا الفيجامات وينزلوا تحت يشربوا بقى مثلا هات كوكو ولا حاجة ويعودوا يتفرجوا على الحاجات اللطيفة دي والعروض وبرضو راحوا منزلين علينا التلج اللطيف ده والناس بقى تتصور والولاد يضبستوا بتبقى هيصة وظباليتها يعني بصراحة تستاهد ان الواحد يروح يقدي فيها كمان بقى في الاخر يعملوا لك حفلة غنائية راقصة هي انتبقاش حفلة رأسية بتبقى تمرينات رياضية يعودوا يخلك تتنططوا تعمل حياة الولاد بعد ما بيقضوا اليوم ده طول الوقت عملين يتنططوا كده يخشوا السرير في سنية ما تحسش بيهم فهي بتبقى يعني ايه كلها تمرين هي فاملي ما فيش فيها اي حاجة تحس ان انت يعني ايه تتكسف تاخد المدام والاولاد لطيفة جدا وكلهم هم بيتحكوا ويلعبوا والحياة الناس بتبقى يعني واخدى بالها برضو من اللفس لانه هو اذا فاملي بلايس فحبيت بس اقولكو على مكان لطيف لو انت عايزت تروح تتبسط فيه وتقضي وقت حلو كل سنة وانتو طيبين وعيد فعيد عليكم ان شاء الله كان معاكو رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات